انبثاقي ومعلمي ومدرسي طلالة يعني اول ما دخلت الفلي اربعة ما كنت احضر عن طلالة يعني نعم اقدم مني طي رجل كبير في السن يعني ممكن عمره حول الستين اواخر الخمسين رجل عاقل سامو تحدث طيب علاقتك مع ولد نجد بالبرنامج او بره البرنامج ما عمري قابلتها بس كان يدعمني بس توصلت بره البرنامج ولد نجد اللي اسا شفيته انه يعني الدق معاه نظيف دق معاك نظيف شلون الدق معاه نظيف يعني تمدلها يمناك تمدلك يمناه يعني جازة طيب بالطيب طيب طيب اه برستيج قبل البرنامج اصحيح قبل البرنامج تزوجت وان خلعت زوجت مرتين في سلمنا في سلمنا انه عيب ان الرجال المرة تخلعه يطلقها ويعطيها طقم ذهب ويعطيها مبلغ مالي ويعطيها كم عطر ويعطيها طول عمر السلامة ساعة غالية ويرجعها البيتها معززة مكرمة لان الله سبحانه عز وجل في محكم كتابه يقول اسمعني خلي اكمل كلامي ولا تنسوا الفضل الذي بينكم اه وامساكم بمعروفة وتسريح باحسان اه وان تفرق يغني الله كل من سعته نعم ام تزوج حاليا او اه اعزاب والله في القريب العاجل وليس القريب الاجل في العاجل في العاجل وليس الاجل نعم طيب اه في الفترة السابقة كنت تبث كان عندك فازلين سبب وجود الفازلين بالبث هل تقصد احد واذا عندك دليل على الكلام هذا انا ما ابغى هرتقى او ناس اعداء يشهدون جب لي مقطع وبيض الله وجهك بس كم موجود يعني الفازلين ما ادري لا اعلم عن الكلام هذا شلون يعني ما تدري ما ادري وكلام غير صحيح كيف غير صحيح يا ابن سديد ما ادري عن الموضوع هذا فازلين اصلا ما استخدم فازلين انا ما عمر استخدمت فازلين ابدا ورب الكعب ما استخدم الفازلين لا في السيف ولا في شتاء بس انطلعت في بثك اكثر مرة ما عمري اشتريتها ما عمري حياتي ما عمري حياتي يعني تنكر ان ما كان عندك فازلين في البث موجود عندك لو تلفي مني سربت القاترة وكل اللا بنكعة المانجا احنا احنا الفازلين موجود مني احنا تعال يعني الفازلي ما استخدمها بس استخدم نكهة المانغو هذا افضل اخر شي نزل في السوق اغلى شي لا انا مابغى هذا انا الفازلين كلامي واضح لا تنفو الدور يا بريستيج والله ما عندي غير المانغو هذا لا لا اترك المانغو انا كلامي واضح الفازلين والله ما اعمري شريته مرة رائحة جميلة يعني كده يعطيك ريلاكس عرفت مرة حلو اتفضل طيب اه بريستيج اه علاقتك مع طلال طلال مين كنتو تقابلون طلال مين طلال لايف هو في المدينة وانا في الرياض ما اعملنا تقابلنا ما قلت قابلته لا والله ولا قد جاك الرياض لا طيب اه بريستيج اه في باتك يوم الايام تصرح وكنت تكلم وتقول ان لا تخلينا هو اكسو الرجال ذا شفا انا بكون صريح معك من قبل ما ادخل عائلته والذي نفسي بيده وانزل القرآن الله في السماء الثالثة الان من كان يوقف معي يعني في احيانا اه يعني يبقى لي على تارقة مليون ثلاثمئة مليون ثماممئة يعني مثلا عشرة درقون ما ما كان يقصر معي كنت ادخل عليه خاص انت اقول لا تخلي اكتب لك كلمتين اقول لا تخلينا لا تخليني بس اه اوكي بس انا سؤالي واضح ترى انت صرحت في باتك ان اقصر لا 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 ما العلاقة يا اخي هو يطلع قستات لا ما اقلع قستات غير صحيح ما قل طلع قست لا تكذب بيابرستيج لا قل طلع قست لا قل طلع قست في احد البثوف نعم اي بث طلع والله كان بث صوتي مادري حق مي اي بس بنطلع بس ما تكلم الا تكلم تأكد لا لا ما تأكد مليون فالمية طيب اه اتبت الشي ده ان اكسه او شخص ايه ما ادري انت في بثك كنت تتكلم واحد يتكلم في قسط واحد يتكلم في قسط وهذاك له صوت وده له صوت وده له رجل بطاقة وده من قبيلة وده من قبيلة وش دخله اولا دخل يا خون بس انت صرحت في بثك ان لا تخلينا له اكسه لا 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 الرجل هذا هو كلام غير صحيح نعم ايه بس هذا كلامك في بثك كلام غير صحيح كيف غير صحيح منصورا هذا كلامك في بثك كلام سنا يجيك من ناس حقدين يبغونك تعرزقي غير صحيح منصور انا سؤالي واضح انت يوم الايام جدولت وتقول وصرحت ان لا تخلينا هو اكسو الحين تغير كلام خلاص يا اخي قلت الكلام هذا يجيب دليلي اخي انتهى الموضوع اما تجيني حاسد حاقت تجي تراس الدولة عايف وتطلع علي سؤال ويجيب من راسك تخاريف لا حبيب لا انا سألتك سؤال انا 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 بريجابه صحيح لا لا انا غير صحيح لا 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 تبغى جاهز غير صحيح لا 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 غير صحيح انت متناقض بالاجوبة لا 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 بدليل بدليل انتهى الموضوع طيب وش صار على القهوة اللي كان يصبرك القهوة قبل تروح لندن الرجل الان يعمل في جنوب الرياضة نعم كان يعمل عندك او لا؟ نعم اليو اسمه شاكيم نعم ايه نعم وان الحين شاكيم؟ يقدر يرجع لك ولا خلاص؟ لا والله فرقتنا الدنيا عايف يلا والله فرقتنا طيب اه برستيج ليش طلعت من عائلة عز الخوي وقبل عيببثك صرحت وقلت كنتاكي موعدك بتاكفيلة التارغت كنتاكي كل شهر والناس يشهدون له يجيني يطنخني ما عمره تركني لا احنا نتكلم يوم دخلت العائلة تدري ايش المشكلة في المشكلة مش في كنتاكي والعز الخوي المشكلة فيني انا ايش المشكلة اللي فيني انا انا اقولها لك اني ما كنت ادخل تحديات ولا لو انا ادخل تحديات كنت ساحب انا ورب الكعبني قفل لي الاربع وستة وسبع مليون اللي كان يدخل تحديات بابا هسترع بس انا ما عمر يقول تلك حتى اجتماعاتهم في العائلة ما كنت ادخلها ما كنت ادخلها كذا يا اخي ما بغى تحديات بس الرداء كل شهر ما يقصر معي قبل فترة جاتك هدية الساعة